يعني مثلا لما نيجي نقول ان احنا هنوسع مظل التكافل وكرامة ابقى مبسوط طيب تعالى نشوف مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحولات النقدي وبناء الانظمة ده ما بين مصر والبنك الدولي للإعمار والتنمية طيب المشروع بيستهدف ايه؟ المشروع عشان تبقى انت فاهم هو بيستهدف زيادة التغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحولات النقدي وعلشان نتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام تعزيز عملية وصول كل الفئات لفرصة الشمول الاقتصادي ده شيء شديد الاهمية جدا اي حاجة فيها انحياز اجتماعية اتساع مظلة الحماية الاجتماعية علشان نقدر نقف جنب اهالينا اللي هما ما كانوش محظوظين على الاطلاق لعشرات السنين ده مهم